النهاردة الرئيس الوزراء التقى بوزير التعليم ووزير التصلاة كان فيه مشكلة فيه امتحان اللغة عربية يمكن في أولى سنوي اللي هو بيتعمل على التابلت فيه مشكلة فيه الضغط عليه فوقع السيرفر حاجة كده يعني والدنيا قامت إلحق وتكلم وحوش وروح وتعالى أنا بصرف النظر عامة يجري أنا ما كلمش الوزير يعني خلينا نبقى نشوف بعض يعني الوزير مشغول فمش هنقعد نزعج ونكلم خلينا نعرف لكن فيه أزمة أو فيه أزمة سبب الأزمة إيه ما نعرفش فنية حاجات فنية لكن أنا ببص من بعيد الموضوع عندي برنامج تطور التعليم عندي برامج تطور التعليم عندي تحويل الورق والحاجات إلى أمور إلكترونية ورقمية وامتحانات رقمية عشان الغيش وغلافه ده فيه مقاومة معروف فيه ناس بتقاوم هذا اللي هم أصحاب الكتب الخارجية أصحاب الدروس والصوصية ممكن يصرفهم مليارات عشان يوقعوا الوزير ويقعوا الوزارة مش وقعوا سيرفر يعني فيه ناس فيه ناس عندها مليارات مرصودة من بره ومن جوه لإهالة الطراب على التجربة مش بيساقاتوا بس ترقشاو لا والله ده ممكن يساقاتوا الوزارة ومش السيرفر بس ده هم عايزين ده أنا يعني أنا أعرف أحد الصحفيين لهم من الله ما يستحق يعني متخصف من موضوع التعليم كان قاعد مرة معنات سقولوا إيه الدولي بس سلات شهره وقاله كل وزير ليه؟ شغال مستشار عند مدارس خاصة وجامعات خاصة فساد مستشري معروف هذا الكلام معروف فالوزير مستهدف الوزير نفسه طرق شاوئي مستهدف إيه قال لك ده مهور راجل ده أنا قلت للناس يتمر يا أخوانا يا أهل الله يا أهل الله ده مش مشروع وزير ده مشروع دولة هينجح هينجح هيشتغل هيشتغل حتى لو مش طرق شاوئي هيجي طرق شاوئي تاني والستنين يشتغل بنفس الطريقة اللي بيراهن على أنه يزعج طرق شاوئي أو يحاول يخلو الأرض اللي وفع عليها غلطان لأنه المشروع مش مشروع طرق شاوئي مشروع الدولة المصرية هيطبق هيطبق مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع هدي الدولة هيطبق هيطبق فيه أخطاء ربما فيه محاولات للعبث ربما فيه ناس بتخش بإهمال ربما فيه مخطط ربما في النهاية السيرفر وقع بيحصل في كل مكان أنا نساعد بروح أي بنك كبير بنك دولي أروح يقول لك السيستم واقع السيرفر واقع عادي مش هكبر الموضوع ومش هصغر الموضوع لأنني مش فاهم الموضوع بس نفهم أني فيه مقاومة لهذا المشروع